نشرت صحيفة نيويورك تايمز تسجيلات لمكالمات جنود روس اعترضتها وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية المكالمات التي جرت في شهر مارس الماضي وفق الصحيفة كشفت جنوداً روس يوجهون انتقادات لاذعة لأوامر أصدرها قادتهم بعد أسابيع من حملة السيطرة على كييف وبحسب نيويورك تايمز تحدثت جنود الروس عن أزمة في الروح المعنوية ونقص في المعدات قائلين إن قياداتهم كذبت بشأن المهمة التي أوكلت لهم مكالمات جنود الروس الهاتفية شملت انتقادات حادة لبوتين وللقادة العسكريين وفقاً للصحيفة التي استخدمت الأسماء الأولى للجنود بهدف حماية هوياتهم نستمع بوتين أحمق يريد أن يأخذ كييف لكن من غير الممكن القيام بهذا الاستراتيجية العسكرية تفشل نحن نخسر لا يمكننا أخذ سجناء أوكرانيين لأننا سنضطر لإطعامهم ونحن لا نملك ما يكفي من الطعام لأنفسنا تعرضنا لكمين وقتل تسعون رجلاً ترجمة نانسي قنقر